دليل القبول للمرحلة الجامعية بجامعة الطائف الباكالوريوس والدبلوم نستعرض شروط القبول بجامعة الطائف شروط القبول الخاصة معايير القبول آلية القبول تعليمات القبول ومراحل الترشيح والقبول شروط القبول العامة بجامعة الطائف يشترط لقبول الطالب المستقد في الجامعة ما يلي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي جنسية أو من أم سعودية أو أم واطن أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها من داخل المملكة أو من خارجها أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقا طبيا وحق للجامعة تغيير تقصص المتقدم أو المتقدمة في حال عدم ملاءمة حالته الصحية للتقصص الذي قبل فيه أن يكون المتقدم متفرغا للدراسة أن يحصل المتقدم على موافقة مما يرجع بالتفرغ للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أن لا يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلا تأديبيا أن يكتاز المتقدم بنجاح أي اختبار أو مقابلة يحددها القسم المختص لا يقبل أي طلب للمتقدم على دراجتين علميتين في وقت واحد أن لا يكون المتقدم ممتظما في جامعة أخرى أن يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات والجامعة الحق في إلغاء قبول ترشيحه لعدم صحة بياناته شروط القبول الخاصة بجامعة الطائف هناك عددا من الشروط الخاصة لبعض كليات الجامعة كما هو موضح ما يلي البرامج الأكاديمية في كليات الصحية لا تقبل نسبة المعدل التراكمي في السنوية العامة عن 90% كليات الطب، كليات طب الأسنان، كليات التمريد، كليات العلوم التبية التطبيقية، كليات الصيدلة برنامج باكالوريوس في القراءات حفظ خمس أجزاء من القرآن الكريم برنامج باكالوريوس في علوم الرياضة، اتتياز اختبار اليقاء البدنية برنامج باكالوريوس في اللغة الإنجليزية لا تقل الدرجة في اختبار كفاية اللغة الإنجليزية عن 40 درجة معايير القبول بجامعة الطائف درجة البكالوريوس كلية الطب الصيدلة طب الأستان التمريض العلوم الطبية التطبيقية الهندسة الحاسبات وتقنية المعلومات معايير القبول الموزونة 30% السنوية 30% القدرة العامة 40% التحصيلي معايير القبول كلية إدارة الأعمال كلية التصاميم والفرون التطبيقية كلية العلوم جامعة التخصصات كلية التصاميم والفرون التطبيقية التصميم الداخلي التصميم الجرافيكي كلية إدارة الأعمال، تقصص المحاسبة، اقتصاد، تمويل، تأمين، معايير القبول 40% السنوية العامة، 30% القضاة العامة، 30% تحصيل معايير القبول وموزونة كلية الأداء، كلية التربية، كلية الشريعة والقانون، كلية إدارة الأعمال تقصص إدارة أعمال، نظم المعلومات الإدارية، تصويق، كلية التصاميم والفنون التطبيقية تقصص الفنون، تصميم الأزياء والنسيق، معايير القبول والموزونة 50% سنوية 50% قدرات العامة لا يوجد نسبة للتحصيل معايير القبول بجامعة الطائف درجة الدبلوم الكلية التطبيقية التخصصات العلمية 40% سنوية العامة 30% القدرات 30% التحصيل معايير القبول درجة الدبلوم الكلية التطبيقية التخصصات النظرية 50% سنوية العامة 50% القدرات ولا يوجد نسبة للتحصيل معايير القبول درجة البكراليوس درجة الدبلوم الثانوية القدرات التحصيلية تم تطبيق جميع شروط معير القبول لكل تخصص مماثل في مقر الجامعة الرئيسي بالطائف آلية القبول بجامعة الطائف يقوم المتقدم بالدخول على بوابة القبول من خلال الرابط التالي نجد الرابط الصندوق الوصف يتقال بيانات المطلوبة في الموقع والتأكل من صحة رقم الجوال المتقل يتم التواصل عن طريقه التأكل من ترتيب التخصصات حسب رقبة المتقدم علم أنه سيتم ترقية القبول بشكل آلي في حال وجود مقاعد شاغرة يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم الطلب الذي سيظهر له بعد إكمال عملية إتقال البيانات تقوم الجامعة بالحصل على بيانات الطالب السنوية القدرات التحصيل بطريقة آلية من خلال الرابط مع الجارة المعنية تتقوم جميع مراحل القبول بطريقة إلكترونية ولا تطلب من المتقدم أو متقدمة مراجعة الجامعة تعليمات القبول بجامعة الطائف يجب على المتقدم ترتيب رقباته بعناية علما أنه لن يتمكن من تغيير رقباته بعد قبوله بالجامعة سيتم استبعاد أي متقدم من الترتيح في حال سبت قبوله في جامعة أخرى تقوم الجامعة بإجراء الفرز في أكثر مرحلة وبالتالي سيتغير تخصص المتقدم بناء على ترتيب رقباته في حال وجود مقاعد شاغرة ستقوم الجامعة بتكرار عملية الفرز لاستكمال المقاعد وبالتالي قد يتغير تخصص الطالب الذي قبله فيه بناء على ترتيب رقباته المتقلة مراحل الترشيح والقبول بجامعة الطائف المرحلة الأولى يقوم المتقدم بإتقال طلب القبول وستظهر التقصصات وفق الشروط المرحلة الثانية متابعة الطلب يجب على المتقدم متابعة حال الطلب على بابة القبول بناء على الموعد المعلنة المرحلة الثالثة القبول المبدئي سيتم إظهار التقصص الذي قبل فيه متقدم بناء على نسبة الموزونة وترتيب رغباته على صفحة الطالب الشخصية في بابة القبول المرحلة الرابعة تثبيت القبول يقوم المتقدم بتثبيت رغباته على التقصص الذي قبله فيه بحال عدم التثبيت في الوقت المحدد يسقط حقه في القبول المرحلة الخامسة القبول النهائي من كل التأكيد الطلب على بوابة القبول بناء على الموعد المعلنة المرحلة السادسة الفاذ يتم فرض المتقدم والمتقدمة بطريقة آلية والحق للمتقدم المطالبة بالعودة للتقصص السابق